من جديد أهلا بكم تحدى الفلسطينيون في القدس المحتلة الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوة الاحتلال الإسرائيلية وتوجه الآلاف منهم إلى المسجد الأقصى وأدوا صلاة عيد الأضحى أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاق دام عدة أيام من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التضييق الصهيوني الممنهج ظهر جاليا اليوم حيث فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من القيود والعراقيل لتحرم مئات آلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة القدس المحتلة فقد منعت شرطة الاحتلال دخول منهم دون سن الخامسة واربعين عاما من الرجال في حين سمحت بدخول النساء من سن الثلاثين فيما فوق فيما حرمت الفئة الشبابية من أداء صلاة العيد في الأقصى في موازات ذلك تمكنت مجموعة من الشبان من دخول الأقصى ورفعوا أعلام فلسطينية بالقرب من المصلى القبلي فيما هتف آخرون بعبارات مساندة للقدس تؤكد على أن الأقصى لن يقسم زمانيا ومكانيا كما يخطط الاحتلال وبعد مغادرة المصالين للمسجد الأقصى اعتقلت شرطة الاحتلال أحد حراسه وهو حمزة نمرة بعد الاعتداء عليه بالضرب بسبب ادعاء شرطي إسرائيلي بأنه قام بضربه قبل نحو أسبوع اعتقال الحارس نمرة تزامن أيضا مع حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم ظالت 13 مقدسيا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في أحياء متفرقة من مدينة القدس المحتلة واعتقل الاحتلال في الأيام العشرة الأخيرة نحو 160 مقدسيا في إطار حملة تشنها ضد المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك ترجمة نانسي قنقر